المكونات الخمسة للرعاية في مرحلة التنشئة تشير الرعاية في مرحلة التنشئة إلى ما يحتاجه كل طفل للبقاء على قيد الحياة والازدهار والوصول إلى إمكانات التنموية الكاملة هناك خمسة مكونات مترابطة وغير قابلة للتجزئة وهي التغذية الكافية الصحة الجيدة فرص التعلم المبكر الأمن والسلامة وتقديم الرعاية المتجاوبة نقول إنها غير قابلة للتجزئة ومترابطة لأنها تؤثر على بعضها بعضا على سبيل المثال الاحتمال ضئيل أن يكون الطفل الذي يعاني من حالة صحية سيئة قادرا على المشاركة في فرص التعلم المبكر أو قد تكون لدى الطفل الموجود في بيئة غير آمنة إمكانية محدودة للحصول على رعاية صحية أو طعام مغذن والآن دعونا نلقي نظرة على ما هي كل من هذه المكونات بدورها المكون الأول هو الصحة الجيدة تهمنا الصحة الجسدية والنفسية لمقدمي الرعاية وللأطفال من المهم أن نأخذ بالاعتبار صحة مقدمي الرعاية لأن صحتهم تؤثر مباشرة على صحة أطفالهم لاحظوا أننا لا نشير هنا فقط إلى الصحة الجسدية بل أيضا إلى الصحة النفسية لمقدمي الرعاية والأطفال وبالمثل عندما نتحدث عن المكون الثاني وهو التغذية الكافية فإننا نهتم بالحالة التغذوية لمقدمي الرعاية والأطفال ستكون الأم التي تعاني من سوء التغذية أقل قدرة على إرضاع مولودها الجديد وستكون أقل قدرة على تحضير طعام مغذن لطفلها الأكبر سنا المكون الثالث هو السلامة والأمان نحن هنا نهتم بأي تهديدات جسدية أو عاطفية أو بيئية يمكن أن تؤثر على الطفل على سبيل المثال هل المنزل آمن لطفل يزحب في هذه الفترة؟ من الذي يعتني بالطفل عندما يذهب مقدمون الرعاية إلى العمل؟ هل يوجد أي نوع من الإساءة في المنزل أو في الحضانة؟ هل يستنشق الطفل ملوثات مثل الدخان السلبي الذي يمكن أن يؤثر على نمو رئتيه؟ المكون الرابع هو فرص التعلم المبكر ويقصد بها أي فرصة تتاح للرضيع أو الطفل للتفاعل مع الأشخاص أو الأماكن أو الجمادات في بيئته ويعترف هذا المكون بأن وجود أو انعدام أي تفاعل إيجابي أو سلبي يسهم في نمو مخطط طفل ويرسي قواعد التعلم في المستقبل ما أهمية الأمر؟ نذكر فرص التعلم المبكر لأن مصطلح المبكر يعني باكرا أي قبل أن يولد الطفل تذكروا أن الدماغ ينمو بسرعة كبيرة لا سيما في السنوات القليلة الأولى وكافة هذه اللحظات للتفاعل مع الأشخاص أو الأشياء أو الأماكن الأخرى تساعد حرفيا في تكوين الدماغ ستشكل هذه الفرص المبكرة مدى جودة أداء الطفل في المدرسة وفي وقت لاحق في الحياة إذا نظرنا إلى الصورة يمكننا أن نرى كافة هذه الفرص موجودة في هذا التفاعل بين أبن وابنته الفتاة الصغيرة تستخدم يدها للوصول إلى وجه والدها الفتاة الصغيرة تتفاعل مع والدها فهو موضوع الاختيار الفتاة الصغيرة تستكشف المرفق الصحي مع والدها تنظر الفتاة الصغيرة في عيني والدها وتسمع صوته وتلمس وجهه وتحس بيده اللطيفة على ظهرها الفتاة الصغيرة تسمع ضحكة والدها وتسمعه ينادي اسمها إنها تستخدم اللغة عن طريق الهدل والمناغا هناك طرق عديدة يمكن من خلالها تعزيز فرص التعلم المبكر لا نحتاج إلى ألعاب أو مواد خاصة لا نحتاج إلى وقت معين خلال النهار يمكننا استخدام الروتين اليومي مثل أوقات وجبات الطعام أو الاستحمام أو خلال الطهي أو التنظيف أو أثناء الذهاب إلى السوق وما إلى ذلك كيف؟ من خلال تقليد أو نسخ حركات الطفل أو تعبيراته أو إيماءاته التواصل بالعين استكشاف كتب أو صور قراءة قصص أو سردها التحدث والغناء واللعب اللعب بأشياء من المنزل وصف ما تقومون به المكون الخامس هو تقديم الرعاية المتجاوبة ويقصد بها قدرة مقدم الرعاية على ملاحظة إشارات الطفل وفهمها والاستجابة لها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة وتعد الرعاية المتجاوبة المكون الأساسي لأن مقدمي الرعاية المتجاوبين أقدر على دعم المكونات الأخرى الأربعة عندما نتكلم عن الرعاية في مرحلة التنشئة غالبا ما نقول إن تقديم الرعاية المتجاوبة هي المكون الأساسي لماذا؟ لأن مقدمي الرعاية المستجيبين أكثر قدرة على ضمان تلبية احتياجات الأطفال في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة على سبيل المثال من المرجح أن يلاحظ أن الطفل مريض أو حزين أو جائع أو متعب وهم يعرفون تماما كيف يستجيبون لذلك كما أنهم قادرون على توفير الفرص التي تشجع نمو أطفالهم عندما يكون مقدم الرعاية المستجيب حاضرا من المحتمل أن نرى شيئا يسمى العرض والجواب أو الذهاب والإياب أي أن الطفل يرسل إشارة مثلا يوصل شيئا لفظيا أو غير لفظي واستجيب الأهل أو مقدم الرعاية كما في هذه الصورة يمد الطفل يديه للأعلى للحصول على الكرة واستجيب الأب وضع الكرة بين يديه إن التوقيت وطبيعة الاستجابة فضلا عن اتساقها في كل مرة يبعث فيها الطفل إشارة هي أمور تشكل العلاقة بين الطفل والأهل تساعد هذه التفاعلات الأطفال على تحديد ما إذا كان الأشخاص الموجودين في محيطهم يرونهم ويقدرونهم ويمكن الوثوق بهم لمساعدتهم عندما يحتاجون إليها والاستمتاع بصحبتهم وما إلى ذلك أم لا تصبح هذه المعلومات أساسا لكيفية تصورهم الآخرين في المستقبل مثل الأصدقاء والمعلمين وزملاء العمل وأزواج المستقبل كيف يسير الأمر؟ تخيلوا أنه قبل لحظات من التقاط هذه الصورة كان الطفل يبكي بغزارة لاحظت الأم أن الطفل كان يبكي قرأت إشارات الطفل سألت نفسها لماذا قد يبكي وخلصت إلى أنه يريد أن يحمل فسرت ما يريده الطفل أخبرت الصبي أنها تراه يبكي حملته بلطف وقالت له إنها هنا ومسحت دموعه بهدوء توقف الصبي عن البكاء استجابت بشكل مناسب وعاطفي الصبي والأم يبتسمان مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر